حياكم الله إلى التفاصيل أكد جلالة الملك عبد الله الثاني ضرورة تكثيف الجهود لإطلاق مفاوضات جدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تستند إلى حل دولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية وأشار جلالته خلال لقائه نائب الرئيس الأمريكي في واشنطن إلى أهمية التزام الإدارة الأمريكية بهذا الخصوص جلالة الملك كان قد أجرى عددا من اللقاءات في واشنطن مع الإدارة الأمريكية نستعرضها في هذا التقرير تأكيد ملكي على الثوابت الأردنية والعربية تجدد خلال سلسلة لقاءات عقدها جلالة الملك عبد الله الثاني في واشنطن مع أركان الإدارة الأمريكية أكد الجانبان فيها متانة العلاقات بين البلدين الصديقين ومواصلة التنصيق والتشاور حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية خلال لقاء جلالته مع نائب الرئيس الأمريكي مويك بانس جرى استعراض آليات توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين والإصلاحات الاقتصادية التي ينفذها الأردن إضافة إلى تجديد مذكرة التفاهم التي ستحدد حجم الدعم خلال الأعوام القادمة في المجالين الاقتصادي والعسكري وإلى جانب القضية الفلسطينية استعرض اللقاء الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط خصوصا ما يتصر بالأزمة السورية والأوضاع على الساحة العراقية والحرب على الإرهاب حيث أعرب نائب الرئيس الأمريكي عن تقديره لمواقف الأردن الثابتة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة مجالات التعاون الأمني بين البلدين والمستجدات الإقليمية كانت محور لقاء جلالته مع مستشار الأمن القوم الأمريكي وفي هذا الإطار جدد جلالة الملك التأكيد على أن عدم التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية سيفضي إلى المزيد من التطرف والعنف في المنطقة كما عقد جلالته اجتماعات منفصلة مع وزير الدفاع الأمريكي وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي وعدد من أعضاء لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية آيباك تناولت في مجبلها علاقات الشراكة الإستراتيجية ومساعي تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتطورات الإقليمية الحرص الملكي على مركزية القضية الفلسطينية يؤكد من جديد على ثوابت الموقف الأردني المنطلق من ضرورة التوصل إلى حل عادل يلبي مطالب الفلسطينيين المشروعة استنادا إلى الشرعية الدولية كما يعيد التأكيد على أهمية الدور الأردني في المنطقة تعهد رئيس الوزراء باستعادة أراضي البقورة والغمر الخاضي على اتفاقية تأجير لمدة 25 عاما ضمن معاهدة وادي عربة حديث رئيس الوزراء جاء ردا على سؤال للنائب صالح العرموطي الذي طالب الحكومة بعدم تجديد عقد تأجير منطقة البقورة وأرض الغمر الموقع الموقع مع الاحتلال مجلس النواب استمع خلال جلسة الرقبية عقدها اليوم إلى ردود الحكومة على 15 سؤال نيابيا فيما حول عدد من النواب أسئلتهم إلى استجوابات في أعناق من من يريم من التعين في هذه الفترة الطويلة بدقيقة صمت وقراءة الفاتحة في ذكرى استشهاد وصف التل رئيس الوزراء الأسبق بدأت جلسة النواب الصباحية التي رد فيها رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على سؤال للنائب صالح العرموطي بالتأكيد على أن الاتفاقيات التنفيذية لمعاهدة السلام وادي عربة تمت وفق الإجراءات الدستورية موضحا أن قانون تصديق معاهدة وادي عربة نص على إنجاز هذه الاتفاقيات بعد تسعة أشهر كحد أعلى من تاريخ تبادل الطرفين وثائق التصديق على المعاهدة للقانون الرباني والقانون الوضعي وفي قضية أخرى تساءلت النائب ديمة طهبوب عن مسار درب الأردن المخصص للمشي من أم قيس حتى العقبة وعلاقته بما يسمى درب إبراهيم ليشير الملقي إلى أنه سيوجه وزيرة السياحة لدراسة وضع خطة تتضمن توسيع مسار الأردن ليضم مسارات تشمل مناطق أخرى وأي مكافآت أخرى كالسكن لكل منهم وتخصصهم العلمي سؤال النائب إبراهيم أبو العز تعلق بالتعيينات في هيئة تنشيط السياحة وآلية اختيارهم فيما طالب النائب أحمد الرقب بتوضيح آلية التعيين في دوان الخدمة المدنية والتوزيع على المحافظات من جهة أخرى استفسرت النائب صفاء المومني عن أسس تعيين رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني فيما دعت النائب هدى الاعتوم إلى كشف تفاصيل مشاريع شركة تطوير معان حديث رئيس المجلس المهندس عاطف الطراوني لم يخلو من ذكر قضية المواطن الذي قاطع جلسة النواب السابقة من الشرفة حيث أشار الطراوني في بداية الجلسة إلى أن ما جرى أخذ أبعاد كثيرة لم تكن في محلها وأسيئ فهمها موضحا أن المواطن عرض عليه قضية خاصة به وأنه تعهد بالتعاون معه لحلها بإخفائها في أمعائهم قام عدد من الأشخاص بينهم غير أردنيين بإدخال كميات من الكوكاين إلى المملكة قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليهم لتتم محكمتهم وتصدر محكمة أمن الدولة أحكامها بحقهم المتهمون الخمس بينهم مواطنان أردنيان وإثنان من البيرو وفتاة من الإكوادور حيث قضت المحكمة على ثلاثة متهمين بالوضع بالأشغال عشر سنوات وغرامة عشرين ألف دينار لكل منهم كما حكمت على المتهم الرابع وهو أردني بالوضع بالأشغال المؤقت سنتين ونصف السنة فيما حكمت على المتهم الخامس الفار بالوضع بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة وغرامة عشرين ألف دينار قرار المحكمة أشار إلى أنه جر الاتفاق بين المتهمين على نقل مواد مخدرة من البيرو إلى الأردن عن طريق إخفاء ثلاثة كيلو جرامات من الكوكاين السائل في أكياس مطاطية يبتلعها المتهمون الثلاثة وبعد معلومات وردت إلى دائرة المخابرات العامة ومكافحة المخدرات تمت مراقبة المتهمين وجرى إلقاء القبض على أربعة منهم في أذار عام 2016 احتفل الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية جهد بذكرى تأسيسه تحت شعار أربعون عاما من الشراكة وتطلع نحو المستقبل ودور جهد في مواجهة تحديات اليوم والغد ويعتبر جهد من أقدم وأكبر المؤسسات الوطنية التنموية غير الحكومية وغير الربحية ويكرس أهدافه لتعزيز التنمية البشرية المستدامة والمساهمة في تحقيقها وضمان حق الفرد في حياة كريمة وآمنة سمو الأميرة بسمة بن طلال رئيسة مجلس أمناء الصندوق قالت إن الإنجازات التي حققها الصندوق خلال أربعين عاما من مسيرته لم تكن لتتحقق لولا الشراكات الفاعلة مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية ومن القطاع الخاص إن الإنجازات التي حققها الصندوق خلال أربعين عاما من مسيرته لم تكن لتتحقق لولا الشراكات الفاعلة مع مختلف الوزارات الرسمية والمؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في الأردن ونحن في الصندوق نعتز بهذه الشراكات ونحرص على تنميتها تشهد شوارع مدينة إربد ازدحامات مرورية بشكل دائم بسبب تزايد أعداد المركبات وسوء أوضاع البنية التحتية لشوارع المدينة المزيد في هذا التقرير يعز مواطنون ظاهرة الازدحام المروري التي تشهدها شوارع مدينة إربد إلى غياب رجال السير عن الأماكن التي تعتبر بؤراً رئيسية لهذه الأزمات في ظل زيادة اللافتة في أعداد المركبات وسوء أوضاع البنية التحتية لشوارع المدينة إضافة إلى أسباب أخرى ساهمت في حدوث اختناقات مرورية المواطنون طالبوا بضرورة الإسراع بإنهاء المرحلة المتبقية من طريق إربد الدائري الحزام التي تربط الطريقة بشارع إربد عمان الذي يختصر المسافات عليهم ويجنبهم الدخول في أزمة السير الخانقة في مدينة إربد المشروع إذا بتنفذ الحقيقة أنه جيد جداً بيخف الأزمة عن إربد عن وسط الشارع بصير الناس تيج من ناحية يعني بيجي من طريق كياس الحمة بصير يظل طالع عند تكنولوجيا بكون الوسط يعني ممتاز إذا بعملوا المشروع بس المشروع طول أخذ يعني حاجم كثير صحيح وقت كثير نرجو من الحكومة الأردنية الإسراع في إنجاز هذا المشروع لتخفيف الأزمة المرورية الخانقة في محافظة إربد وزارة الأشغال أعدت الدراسات المرورية والإحصاءات السكانية وأعداد المركبات المستخدمة للطريق الحالي بمدينة إربد وكذلك نسبة المركبات التي ستنتقل لاستخدام الطريق الجديد وأهمية الطريق الدائري لتحسين المستوى المروري في مدينة إربد وتقليل نسبة الحوادث المرورية للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكتهم طريق إربد الدائري اللي كان دائما مطلب أهل إربد استكمال الطريق وربطه بطريق عمان الحصن إربد وطريق أم قيس حتى تكون الحلقة جاهزة ويعمل الهدف المرجو منه العطاء تم طرحه بالصحف يوم الأمس الحمد لله تم توفير التمويل من الصندوق العربي وحاليا عطاء قيد إجراءات الطرح والتأهيد المقاولين وأوضح وزير الأشغال أن هذه المرحلة تشمل إنجاز المرحلة الأخيرة من الطرق وربطه بطريق إم قيس من الجهة الشمالية وبطريق إربد عمان من الجهة الجنوبية حتى يكون متاحاً للاستخدام أهالي محافظة إربد ينتظرون بفارغ الصبر الانتهاء من طريق إربد الدائري علّه يخفف من الازدحامات المرورية ويسهم في توفير الوقت والجهد عليهم على الطرقات انتظر الأهالي في وادي موسى بفارغ الصبر انتهاء المقاول من أعمال الانشاءات في شارع الفلاحات المغلقة وتهيأوا لافتتاحه أمام حركة المرورة غير أن انهياراً حدث فيه أجل كل شيء وأصابهم بالإحباط أعمال الانشاءات في وادي موسى فرض إغلاق شارع رئيسي في المدينة ما تسبب في حدوث اقتناقات مرورية والإضرار بمصالح المواطنين ناهيك عن الضرر الفادح لعشرات المحال التجارية في هذا الشارع والله أنا هل الانيار اللي صار في الشارع ما أعرف مسؤولية مين هذا هل هو مسؤولية الإقليم ولا مسؤولية المقاولة لأنه عملنا مشاكل لأنه أول بقينا نلف يعني نصل السوق بسهولة سابدنا نلف منطقة 2 كيلو ويأخذ علينا وقت نحن ضررنا ضرر مو بالعكل وراجعنا متصرف لواء البطرة في خمسة رمضان على أساس أنه يكون حل جذري لهذا الشارع ومع الأسف مع الأسف بقوله ومع الأسف كمان أنه ما صار أي حل لأنه وعدنا خلال أسبوع الزمان بالكثير يكون هناك حل نحن حوالي أربعين محل تجاري من مختلف أصناف التجارية الموجودة في المحل وبكل أسف أنه أحنا ضررنا ضرر بالغ جدا سلطة إقليم البطرة تقر بوجود المشكلة وتحيل الأمر إلى أسباب فنية لكن في ظل وجود طريق بديل وفقها فإنما يعيق الحركة المرورية ويعطل الحركة التجارية اليوم يصب في النهاية في مصلحة جميع بعد انتهاء المشروع جسر قاعدين بنسوي فيه طريق بديل اللي هو من منطقة وسط البلد هذا الجسر بتكون من 11 قاعدة فيه ثلاث قواعد اللي هي حوالي الطريق اللي فيه مقابل سوق الخضار فيه واحدة من القواعد بتيجي في نص الشارع فإغلاق الطريق هو أمر حتمي بعد الإنشاء من الركيزة أو البير رقم 10 سيتم فتح الطريق والآن موجود طريق بديل هو جسر الفلاحات المواطنون في وادي موسى يدركون أن من شأن تحسين البنية التحتية في مدينتهم أن تتطور السياحة في البطرة لكنهم ينتظرون انتهاء المقاول من تنفيذ مشروع شارع الفلاحات منذ وقت طويل فهل سيطول انتظارهم أهلا بكم من جديد وإلى الشأن الفلسطيني حيث يفترض أن تسلم حركة حماس قطاع غزة بشكل كامل لسلطة الفلسطينية يوم الجمعات المقبلة لكن الإحباط والشكوك تكاد تطغى على الأمل بحياة أفضل كان شعر بها سكان القطاع في الأيام الأولى بعد توقيع المصالحة الفلسطينية تطورات ملف المصالحة في هذا التقرير أيام وتتسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة بالكامل وفد من المخابرات المصرية يصل إلى القطاع للإشراف بشكل مباشر على الإجراءات المتخذة والفصائل الفلسطينية تتجنب الخوض في القضايا الشائكة وأبرزها مصير الجناح العسكري لحماس وسلاحها نائب رئيس حماس في قطاع غزة خليل الحية أكد أن سلاح المقاومة خط أحمر فهذا السلاح سينتقل للضفة الغربية لمقارعة الاحتلال مطالباً كل الأطراف السياسية بالكف عن تناول سلاح المقاومة ومشدداً على أن هذا السلاح لا يقبل القسمة ولا النقاش مجلس الوزراء الفلسطيني شدد من جانبه على تمكين الحكومة في قطاع غزة وممارساتها لصلاحيتها كاملة وغير منقوصة في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية دون تدخل من أي جهة كانت حسب القانون بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على المعابر ومسؤولية الحكومة في فرض النظام العام وسيادة القانون بالتكامل مع قطاع العدالة وضرورة إنجاز ذلك بالكامل كخطوة أولى لا بد منها ومع اقتراب موعد الأول من كانون الأول التاريخ المحدد لاستعادة السلطة الفلسطينية كامل السيطرة على القطاع تسيطر حالة من الترقب والتخوف من فشل جديد يعيد المصالحة إلى المربع الأول ما حسنا فيه فرق كتير إنه مجرد إنه صارت يعني يعني كي بدأ أوصفك هي اللي هو فاض فضاء إعلامية لكن على الأرض الواقع المواطن غزي لا يحس بأي شعور تغير شعرت إنه جايين أيام حلوة وأمن وسلام وتحسن بالوضع الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي تحسن من كل الجهات نأمل بأن تتم المصالحة بأسرع وقت ممكن ونخشى من الطبور الخامس أن يلعب دوره بإنهاء هذه المصالحة أو بتخريبها ويفترض أن يؤدي تسليم السلطة لإدارة القطاع إلى انتقال السلطة من القطاع المحصر من الاحتلال منذ سيطرة حماس عليه من حركة يرفض جزء من الأسرة الدولية التعامل معها إلى سلطة معترف بها دوليا ويأمل سكان غزة البالغ عددهم مليونين والذين أنهكتهم الحروب والفقر والحصار في تحسين وضعهم وعيش مستقبل أفضل لهم نظمت القوى الوطنية الفلسطينية اعتصاماً احتجاجياً أمام مقر منظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رمال المحتلة لتعبير عن الرفض الفلسطيني للضغوطات الأمريكية على المنظمة رداً على سلسلة الابتزازات الأمريكية بحق منظمة التحرير الفلسطينية والتي كان آخرها تراجع الولايات المتحدة عن قرار إغلاق مكتب المنظمة ضمن شروط تخدم الاحتلال اعتصم عشرات الفلسطينيين أمام منظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رمال المحتلة هذه الوقفة بدعوة من الكوى الوطنية والإسلامية في محافظة رمال الله تأتي لإسار رسالة للاحتلال من أمام مقر منظمة التحرير بأن الشعب الفلسطيني يرفض الضغوط الأمريكية والإملاءات التي تستهدف العودة إلى المفاوضات في إطار ترتيبات للمنطقة تجري وإدارة ترامب تريد أن يكون الخاسر فيها القضية الوطنية لشعبنا نحن نرفض هذا الابتزاز بإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن ونطالب الإدارة الأمريكية بمراجعة مواقفها والعودة والعدول عن كل هذه السياسات إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تكون طرفاً نزيهاً فعليها أن تعترف بالحقوق الوطنية المشروعة وأن تكف عن سياسة الضغط على الشعب الفلسطيني وعلى قيادته الضغوطات الأمريكية على منظمة التحرير الفلسطينية تستهدف تطويع الموقف الفلسطيني والقبول بحلول لا تراعي المصلحة الفلسطينية والثوابت الوطنية فعلى السلطة الفلسطينية الموافقة على عدم المطالبة بتجميد البناء الاستيطاني وهو أمر يرفضه الفلسطينيون شعباً وقيادة هذه هي سياسة واشنطن وسياسة ترامب في المرحلة القادمة علينا أن نتنبه لها علينا أن نتوجه للأمم المتحدة ومجلس الأمن علينا أن نتوجه الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وباقي أطراف مجلس الأمن الدول دائمة العضوية لا حل إلا بمؤتمر دولي للسلام بإشراف الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية لإنهاء التفرد والاستفراد الأمريكي أمريكا الآن في موقف معادي للشعب الفلسطيني وحقوقه ما نقلوا جريم بلات للرئيس أبو مازن هو ما يطرح وما عبر عنه نتنياهو 13 شرط من أجل بدء المفاوضة كل هذا سياسي عمليا معادي للفلسطينيين لن نقبل بها وسنقاومها ونواجهها وبديلها قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة هي خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الفلسطينية الأمريكية لكنها تمثل حيازا مستمرا لدولة الاحتلال ومكافأة لها على جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني من مدينة رامولة المحتلة آية الخطيب رؤيا صادق برلمان الاحتلال بالقراءة الأولى على مشروع قانون قد يحمي رئيس الوزراء بن يمين تنياهو من المحاكمة في قضايا فساد تحقق الشرطة معه فيها منذ نحو عام وذكرت وسائل إعلام عبري أن 46 نائبا في الكنيسة أيدوا مشروع القانون مقابل 37 عرضوه من أصل 120 نائبا عدد أعضاء البرلمان فيما يلزم القانون المرور بثلاث قراءات قبل أن يصبح ناجزا وخلق مشروع القانون الجديد جدلا حادا في دولة الاحتلال خاصة بين الاتلاف الحاكم الذي يسعى إلى سنه والمعارضة التي ترفضه بشدة أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا عن الحكومة السورية وأفقت على إعلان وقف لإطلاق النار في الغوطة الشرقية آخر معاقل للفصائل المعارضة قبل ديمشق والمشمولة باتفاق خفض التوتر يأتي ذلك في وقت انطلقت فيه الجولة الثامنة من مفاوضات جونيف التي تعثرت بعدة عرقيل نستعرضها في هذا التقرير مفاوضات ليست كالمفاوضات أحد أطرافها لم يصل بعد والآخر يطلق نيران التصريحات لتفض الجلسات قبل أن تبدأ فعند سوريا تزداد التعقيدات بحجم الأزمة التي تعانيها الجولة الثامنة من محادثات جينيف تواجه العراقيل حتى قبل انطلاقها اليوم فالوفد الحكومي السوري أبلغ الأمم المتحدة بأنه سيصل الأربعاء وكان قد أرجأ سفره في آخر لحظة الأمر الذي عزى محللون أسبابه إلى بيان اجتماع المعارضة الختامي في الرياض مصدر سوري قال إن المفيد الأممي إلى سوريا ديمستورا تعهد للوفد الحكومي خلال اتصالات مكثفة بين الجانبين ألا تتضمن هذه الجولة أي لقاء مباشر مع وفد المعارضة وعدم التطرق بأي شكل من الأشكال إلى بيان الرياض والشروط التي تضمنها باعتباره شأنا خاصا بوفد الرياض ولا علاقة له بمسار جينيف حال المعارضة ليس أفضل رغم مشاركتها في جينيف بوفد موحد هذه المرة إلا أن رئيسها نصر الحريري أطلق العنان لتصريحات تمس القضايا الجدلية فور وصوله حيث جدد تمسك فريقه بتنحي الرئيس بشار الأسد عن السلطة مع بدء المرحلة الانتقالية منتقدا ما وصفه باتباع الوفد الحكومي تكتيكات المماطلة لعرقلة التقدم السياسي هي إرادة دولية جمعية تضغط على الروس والنظام للحضور إلى طاولة مفاولة بعد قرابة سبعة أعوام من القتال والعنف واللجوء لم تستطع جولات جينيفا السبعة أيضا من تحقيق تقدم على المستوى السياسي رغم حسم معركة الأرض إلى حد كبير فلما سيكون حال جولة الثامنة مختلفا خاصة أن كل طرف يصر على موقفه ويغلق الباب أمام أي تنازلات أو حتى مفاوضات أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في مقابلة تلفزيونية مع قناة فرنسية أنه يرغب بالبقاء في منصبه ولكن هذا الأمر مرهون بالمشاورات الجائرية بشأن انخراط حزب الله في حروب ونزاعات إقليمية نتابع هذا التقرير مقابلة تلفزيونية جديدة أجرها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أثارت مجددا قضيتي استقالته وتدخل إيران وحزب الله في شؤون دول عربية ونزاعات إقليمية الحريري رهن بقاءه في منصبه مجددا بتوقف حزب الله عن التدخل في شؤون دول عربية قائلا إن حزب الله موجود في سوريا وفي العراق وفي كل مكان وهذا بسبب إيران مضيفا أنه يريد النأي بلبنان عن كل الصراعات رئيس الوزراء اللبناني أكد أنه إذا وافق حزب الله ومن خلفه إيران على المعادلة التي يطرحها فعندها سيبقى أما إذا رفضا فعندها سيغادر المنصب لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن الحوار مع حزب الله إيجابي للغاية وحول ظروف استقالته التي أعلنها من الرياض أكد الحريري مجددا أنه أراد أن يحدث صدمة إيجابية لدى اللبنانيين مشددا على أن قرار الاستقالة أخذه بملي إرادته ولم يكن كما أشيع بضغط من الرياض الحريري قال أيضا إن الاستقالة كانت طريقته ليقول للناس إن هناك مشكلة كبيرة جدا وإنما من أحد يريد رؤيتها أما عن فترة إقامته في الرياض والغمض الذي شابها فقال الحريري إن كل ما جرى هناك سيحتفظ به لنفسه الحريري شدد أيضا على أن الخطر على حياته ما زال ماثلا وهو ما ذكره في استقالته قائلا أنه انتهج سياسة مشددة للغاية ضد المتطرفين واعتمدت موقفا صلبا للغاية ضد النظام في سوريا لافتا إلى أنه ليس محبوبا لدى هؤلاء إلا أنه أضاف في الوقت ذاته بأن لديه جهازا أمنيا جيدا ما جاء في هذه المقابلة التلفزيونية أكد على ما أعلنه الحريري في استقالته واجدد عبرها شروطه للبقاء في منصبه الذي قال أنه يرغب في البقاء فيه ورأى أنه قد يكون رمزا للاستقرار بالنسبة للبنانيين كما لم يستبعد إجراء تعديل وزاري على الحكومة اللبنانية على المدى القصير بالتشاور مع الرئيس ميشيل عون وفي جولتنا حول العالم المزيد من الأخبار ومنها مقتلوا أحد عشر إرهابيا في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن المصرية وتنصيب أوهورو كينياتا رئيسا لكينيا لولاية ثانية قتل أحد عشر شخصا وأصيب ثلاثة وثلاثون آخرون بجروح في هجوم نفذه إرهابيون قرب سوق تجارية في منطقة النهروان الواقع جنوب شرق بغداد وفق ما أفاد مصدر أمني وقال المصدر أن خمسة إرهابيين هاجموا سوقا ومحلات تجارية في منطقة النهروان وقتلت الشرطة ثلاثة منهم فيما فجر الآخران نفسيهما ما أسفر عن مقتل أحد عشر شخصا قتلت قوات الأمن المصرية أحد عشر شخصا من العناصر الإرهابية خلال تبادل إطلاق نار معهم بعد أربعة أيام على اعتداء مسجد الروضة في سيناء والذي أوقع ثلاثمائة وخمسة قتلى بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية المصرية نصب إيهورو كينياتا رئيسا لكينيا لولاية ثانية وأخيرة في مراسم تختتم مسلسلا انتخابيا طويلا شهد تطورات عديدة ذكرت كينيا بانقساماتها الجغرافية والاجتماعية ألقى مقنعان قمبلة يدوية على آلية للجيش الفرنسي في أحد الأحياء الشمالية في واقادوغو ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح قبل وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة بوركينا فاسو وقال مصدر أمني أن رجلين ملثمين على درجة نارية ألقى قمبلة يدوية على آلية للجيش الفرنسي مشيرا إلى إصابة ثلاثة مدنيين إصابة أحدهم خطيرة أعلنت شرطة الحدود الرومانية إنقاذ الستين مهاجرا قبالة سواحل البلاد ليلة الاثنين الثلاثاء في البحر الأسود فيما كان قاربهم يعاني من صعوبات وسحبت سفينة حرس السواحل القارب القادم من تركيا والذي كان مراقبا على بعد 35 كيلو مترا من السواحل الرومانية وسط بحر هائج إلى ميناء كونستانا كشفت شبكة التلفزيون الأرجنتيني في بيونس آيرس أن آخر رسالة صدرت عن الغواصة التي فقدت في جنوب المحيط الأطلسي وعلى متنها 44 بحارا تحدثت عن تماث كهربائي وبداية حريق وفي خبر مختلف أعلنت وكالة الحد من أثار الكوارث بإندونيسيا أنه تم إجلاء 40 ألف شخص من مناطق قريبة من بركان جبل أوغونغ الثائر في جزيرة بالي وقالت السلطات الإندونيسية إنها قد تجلي بالقوة الأشخاص الذين رفضوا مغادرة منازلهم بالقرب من البركان نتابع هذا التقرير تواصل نشاط البركان المحموم في جزيرة بالي الإندونيسية وأدى إلى إغلاق مطار المنطقة لليوم الثاني على التوالي بسبب الرماد المتصاعد وتسبب البركان بإرباك الرحلات الجوية لعشرات الآلاف من المسافرين كما جددت السلطات المحلية دعوتها للسكان المحليين إلى توخي الحيطة والحذر وأظهرت الصور جبل أغونغ وهو يقذف صحبا عمودية من الرماد الأبيض والرمادي إلى ما يقارب ثلاثة الآلاف متر فوق القمة أما صوت انفجارات البركان فيمكن سماعها على بعد إثني عشر كيلو مترا في غضون ذلك رفعت وكالة الحد من الكوارث الإندونسية التحذير إلى أعلى مستوى وأصدرت قرارا بتوسيع بؤرة الإخلاء إلى عشرة كيلو مترات من موقع البركان وطلبت السلطات من مائة ألف شخص أن يخلوا بيوتهم الواقعة على مقربة من البركان لكن عشرات الآلاف ظلوا في مساكنهم فيما فر آخرون من منازلهم مع إعلان حالة التأهب القصوى والتحذير من انفجار كبير للبركان في أي لحظة وفي آخر مرة ثار بها بركان الجبل عام 1963 تسبب بسقوط 1600 قتيل ولأننا نترككم مع هذه المشاهد واللقطات وبلا تعليق ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة